السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا لكم المتابعين عبر قناة عبدالصمات الجزولي اليوم ان شاء الله هي حلقة خاصة بالصيانة الهاردوير اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن عطل الشحن بهاتف سامسونج جي خمسمائة وسبعون اف سامسونج جي فايف بريم سامسونج جي خمسة بريم هذا الهاتف كما تلاحظون معي احبابي فعند توصيله مع الشاحن يبدأ الشحن ولكن فجأة تظهر رسالة مزعجة وتوقف عملية الشحن هذه الرسالة كما تشاهدون الآن اذا لاحظوا معي فيظهر لنا ان هناك متلة اصفر وبداخله علامة محرار او حرارة هذا العطل هو او اذا كان الهاتف شغال فتظهر رسالة تقول بان حرارة البطارية مرتفعة او منخفضة هذا يعتبر نظام امني داخل الهاتف فالهواتف الدكية الحديثة تمت اضافة لها نظام حماية امني لمنظومة الشحن وايضا انظمة اخرى تحمي الهاتف من الكثير من المخاطر وهذه المنظومة حماية الشحن ايضا تمت اضافة لها مقاومات حرارية ترسل من خلال حرارتها الى الايسيهات رسائل حتى يتم فك شفرة هذه الرسائل ويتم التعامل مع منظومة الشحن سواء باعطاء امر لبدء اعمال الشحن او اعطاء امر باقاف الشحن او الاعتراض او الاعتراض اذا بالنسبة لهذا الهاتف فالمعالج يعطي امر بعدم بدء اعمالية الشحن ويعترض بهذه الرسالة او بهذه العلامة لان هناك خلل في منظومة الحرارة او مصار الحرارة نعم اذا بالنسبة لهذا المشكل فهو يظهر بهذا الشكل كما تشاهدون معي وسبق لي صراحة ان اقبت باصلاح بعض الاعطاء من هذا النوع وشرح عن المقاومات الحرارية نعم اذا بداية في الحقيقة ليس لدي مخطط شيماتيك المخطط الوحيد الذي حصلت عليه هو سيرفيس مانويل نعم بهذا الشكل وفي الحقيقة ليست به معلومات كثيرة لان شيماتيك الاجمل في انه يعطيك المصارات من البداية الى النهاية اما هذا النوع فليس جيد ليس جيد بشكل ولكن على الاقل الحمد لله رغم ان توفر على هذا المخطط فقط فهو ان شاء الله سوف يساعدني بشكل لا بأس به في الحقيقة بداية استعنتوا بهذا الجدول هذا الجدول هو به به يعني سيريال او سيريال التصنيع للقطع الالكترونية الموجودة على البوردة ورقمها داخل المخطط واسمها اسمها يعني اي سي الباور اي سي الواي فاي الى اخيري فحاولت البحث عن المقاومات الحرارية يعني بحثت 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 فوجدت ان هناك مقاومتين حراريتين مقاومتين حراريتين يعني المقاومة الاولى هي تي اش ثلاثة الاف تيرمي ستور ان تي سي فبحثت عن تموقعها يعني اين تقع هذه المقاومة نعم لاحظوا معي فوجدت بانها تقع في هذه المنطقة يعني منطقة قريبة من الشحن وبالنسبة للمقاومة الاخرى تي اه اعفوا تي اش الف لاحظوا معي عند بحثت عن موقعها بهذا الشكل وجدت انها تقع في هذا المكان في هذا المكان ربما قريبا من اي سي الباور وتقريبا نعم في هذه المنطقة يعني في الجهة الخلفية في الاعلى ففي الحقيقة اه اه الاولى هي التي شككت انها لها مقاومة حرارية وفي نفس الوقت لها علاقة بالشحن يعني تي اش الف لاحفوا تي اش ثلاثة الاف في الحقيقة هذه المقاومة التي يعني كان عندي لانني سبق لي وقمت باصلاح الهواتف الحديثة بالنسبة لما كان المقاومة الحرارية غالبا غالبا ليس دائما كانت موقعها قريب من مدخل الشحن يعني هذه العلامة من العلامات التي يعني تبين لي بان هذه المقاومة الحرارية لربما التي تسبب هذا العطل نعم لماذا اعتمدت على هذا المبدأ على هذه العلامة لماذا لان كما نلاحظ هنا فمثلا هذا هاتف جي وان هو من الهاتف ايضا الجديدة فهناك مقاومة حرارية ايضا بها نفس المشكلة تحدث به قريبا من مدخل الشحن نعم اما مثلا هاتف سامسونج اس دو فهي بعيدة توجد في الاعلى نعم اذا بداية كانت نظرتي او خطوتي الاولى وهي التعامل مع هذه المقاومة صراحة قمت بنزعها واستبدالها ومكان استبدالها قمت بجلبها من نفس الهاتف سامسونج اس دو التي تحمل رقم قمت بتركيبها في نفس المكان يعني هاته هي المقاومة الحرارية يعني توجد هنا في هذه المنطقة لاحظوا معي لاحظوا ما يجي نعم وهذا سامسونج برضة سامسونج اي حسا not emerlent قمت برفعها و او تركيبها على برضة سامسونج وتركيبها في هذا المكان اذا لاحظوا معي نعم وبعد تركيبها قمت بتجربة الهاتف نعم قمت بتجربة الهاتف نعم بهذا الشكل تنضيط المكان جيدا وبعد تجربة الهاتف لاحظوا معي لاحظوا معي نعم لاحظوا معي جيدا بقي معي نفس المشكل يعني العطل لم يتم إصلاحه هنا نستنتج بأن المقاومة الحرارية التي يعني لاحظناها من نوع من نوع أفول أين هي من نوع NTC يعني ليست لم تكن هي السبب في ظهور هذه الرسالة رغم أنها حتى هي يعني تسبب هذا العطل يعني لا يمكننا استثناءه ولكن أيضا إذا كان بها عطل تسبب هذا المشكل ولكن رغم تغييرها بمقاومة صالح وبقي مع النفس المشكل يعني أنه لا زال هناك شيء به عطل أو يحتاج إلى التصليح في الحقيقة تابعت تابعت عملي التشخيص وحتى لا أنسى فالهاتف يعني أتى سقط في الماء سقط في الماء وكما نعلم فها سامسونج جي 500 أو 70F البطارية توجد بالداخل يعني عند السقوط الهاتف في الماء يصعب استخراجها مما يسبب أضرار كبيرة للهاتف للبوردة خصوصا إذا كانت البطارية مشحونة ففكرت في ثاني خطوة أنه علي تنظيف البوردة جيدة في الحقيقة هذه خطوة مهمة وكان علي أفعالها في البداية قبل أن تعامل مع المقاومة الحرارية فبدأت في رفع الحماية المعدينية الحماية المعدينية لأن الحقيقة الماء غالبا يتسرب من أسفل الحماية المعدينية فتبقى الرطوبة بجانب الإيسي هات وبجانب المكتفات والمفاجأة الكبيرة أنني عندما رفعت الحماية المعدينية وجدت أن هناك كمية كبيرة من الرطوبة وأن هناك تقريبا حوالي خمس مكتفات هي ليست متصلة مع خطة البطارية ولكنها مشرطة بها شرط عند قياسي بجازة العفومتر وجدت بأن الكثير من المكتفات مشرطة أو أصبحت متصلة مع الأرض بشكل مباشر إذا نقوم برفع الحماية المعدينية بهذا الشكل لاحظوا معي ونقوم بتنظيف الهاتف بشكل جيد إذا لاحظوا معي فهناك رطوبة كثيرة أولا قمت بتنظيف الهاتف جيدا جيدا والتجربة من جديد ولا زال معي نفس العقل ولكن في الحقيقة قمت بخطوة ولم أنتبئ إلى جيدا ولكن أنا أعدت التفكير وقلت بأن هناك شيء ما لاحظوا معي جيدا لاحظوا أريكم المخاطئ نعم هنا نعود هنا إذن هذه المقاومة هي على التوازي متصلة مع هذه المقاومة مع هذا المكتف أيضا على التوازي يعني هاتين المركبات الثلاث يعني مقاومة عادية ومقاومة حرارية ومكتف هما الثلاثة المركبات مع المتصلين نعم تابعوا معي جيدا فهذه المقاومة في البداية لم أجدها يعني وجدتها منتزعة من مكانها ومع الأسف ليس لديها مخطط شيماتيك حتى عرف بأنها بالفعل موجودة فعندما دخلت إلى المخطط العادي يعني لاحظوا معي هنا هاتي المقاومة التي تحمل R38 هي أصل غير موجودة وسبب عدم وجودها وهو أن الماء الذي دخل إلى الهاتف والتقى مع الكهرباء تسبب بنزعها من مكانها تسبب بنزعها من مكانها نظرا لقوة الكهرباء الموجودة فعملت قفل مكانها يعني ربما لم أحسن التقدير جيدا فعملت قفل مكانها ربما تحل لمشكلة شعل ربما تحل لمشكلة ولكن لم تنحل المشكلة لم تنحل المشكلة فاضطررت إلى التغيير عفوا أن أتي بمقاومة أخرى أن أتي بمقاومة أخرى لكي أقوم بتركيبها في مكانها المقاومة نعم وبالنسبة للحصول هذه المقاومة توجد في عشرات الهواتف عشرات الهواتف كل ما علينا هو كتابة رقمها R38 R 30 38 38 بهذا الشكل إذن ندعب إلى هنا إذن فهي لها Part Number يعني سيريال هذا السيريال نبحث من خلاله ونجدها بأنها متوفرة في عشرات الهواتف يعني لا مشكلة في إيجادها فإذن هي موجودة حتى في سامسونك إس 900 فقمت يعني بنزع القفلة التي قمت بها ومع الأسف يعني لم تنجح العملية فكان من الضروري الآتية بمقاومة أخرى نعم والمقاومة الحمد لله وجدتها في سامسونك إس دو إتسعة ألاف ومئة أيضا يعني كل مقاومة التي تحتاجتها وجدتها في هذا البوردان من خلال Part Number نعم إذن هي موجودة بجانب نفس نفس المنطقة التي توجد فيها المقاومة الحرارية PTC والNTC أيضا توجد هنا وهي أيضا موجودة على مصار التوازي لاحظوا معي هذه المقاومة التي أتيت بها من سامسونك إسعة ألاف ومئة وقمت بتركيبها في المكان الذي قمت بقفلة ظنا مني أن القفلة قد تنجح ولكنها لم تنجح إذن قمت بنزعها وبتركيبها يعني هنا لاحظوا معي بجانب المقاومة الحلالية وبجانب هذا المكتف أيضا الذي هو يوجد على ما أعتقد على التوازي نعم نعم بهذا الشكل إذن قمت بتركيب المقاومة بهذا الشكل لاحظوا معي نعم وقمت بالتجربة من جديد إذن قمت بالتجربة بعد تركيب تلك المقاومة نعم نعم ثم بعد ذلك قمت بجمع الهاتف والتجربة والتجربة إذن لاحظوا معي عند تجربة الهاتف لاحظوا معي فالهاتف تم إصلاح المشكل وبدأ الهاتف يشحن والحمد لله بدأ الهاتف يشحن إذن أحباب تمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة وهذا الدرس المتميز في إصلاح وتشخيص وإصلاح عطل هذا النوع من الشحن ففي الحقيقة هذه من العطال المستعصية والتي هي منتشرة بشكل كبير جدا جدا وأذكر من جديد أحباب فأنا لست معلما أو مهندسا أو خبيرا في هذا المجال أنا مجرد تلميذ لا يعرف إلا قليل وأعتذر لأنني مع الأسف لم أذكر الكثير من المعلومات حول هذا العطل لأنه يحتاج إلى وقت صراحة أنه يحاول دائما في شرح على اختصار والاختصار والاختصار ولكن لا أفلح دائما أطيل دائما أطيل وأذكر من جديد فأنا لست خبيرا أو أستاذا أو معلما في هذا المجال أنا مجرد تلميذ بسيط لا يعرف إلا القليل كل ما أفعله هو التجارب التي أقوم بها بشكل يومي والمعلومات التي أتوصل إليها فقط أنا لا أخترع ولا أكتشف ولا ولا لا شيء فقط أجمع معلومات وأقوم بتجارب والنتائج التي تحصل عليها أقدمها لكم لعلها تساعدكم أو لعلها يحتاجها شخص ما وسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر